بطريقة تشبه تصفية الحسابات بين العصابات لقي زوج المغنية ريم فكري مصرعه في جريمة مدبرة لكن لم تنكشف خيوطها جميعا فقد تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الأربعاء من توقيف شخص يحمل الجنسية الفرنسية وهو من أصل مغربي وذلك للاشتباه في تورطه في قضية الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب والقتل العمد يتعلق الأمر بزوج المغنية المغربية ريم فكري وهو مغربي ذو جنسية فرنسية احتفلت بزواجها منها شهر غشت الماضي وتعود هذه القضية إلى الثامن من شهر فبراير الجاري عندما توصلت مصالح الشرطة بالدار البيضاء ببلاغ حول اختطاف الضحية من طرف مستعملي سيارة رباعية الدفع وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وقد أسفرت إجراءات البحث المنجزة عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي ساهم في التنفيذ المادي لجريمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضل للموت داخل حاوية بمنزله بمنطقة المنصورية بضواحي المحمدية قبل التخلص من الجثة بعد التمثيل بها بجرى نهري بضواحي الرباط وتباشر حاليا فرق متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة كما تواصل فرق أمنية أخرى إجراءات التمشيط بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية بالمجرى النهري الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من الجثة وإلى غاية هذه المرحلة من البحث فقد تم الاحتفاظ تحت تدبير الحراسة النظرية بالمشتبه فيه الرئيسي المتورط في ارتكاب هذه الجريمة وخمسة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه القضية وذلك على ذمة البحث القضائي الذي لا زال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بغرض استجلاء الخلفيات الحقيقية لهذه الجريمة التي يشتبه في كونها ناتجة عن تصفية حسابات بسبب خلافات سابقة بين الضحية والمشتبه فيه الرئيسي